وأبدأ مع حضرتك من الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع تحت عنوان السيسي يوجه بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجتمع اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول المحاول المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع خليمي أبدأ مع حضرتك بشكل عام في اهتمام سيد رئيس القادة السياسية في الفترة الحالية ممكن على مدار الخمس سنوات اللي فاتت بالشباب تحديدا سواء الموهوبين سواء اللي عندهم رغبة أو أحلام أو طموح بس ما كانش فيه التشجيع أو حتى الدعم والحافظ المادي واعتقد أنه دلوقتي بقى فيه تزليل لكل العقابات اللي بتواجههم هاي بتشوف الخطوات دي إزاي تأثيرها على المجتمع فكل يوم بيتم فيه إعلان جديد مهم جدا بالطبع أن احنا نهتم بالشباب بالإبداع بالموهبين بالبحث العلمي بالذات احنا عندنا نص دستوري مهم جدا بينص على تخصيص 1% من الإجمالي النتج القومي للبحث العلمي ما وصلناش في الإنفاق للـ 1% لسه بس أعتقد مع القانون ده إحنا لو وصلنا للـ 1% وزاد حسب نص الدستور أنه هو يوصل للمعادلات العالمية اللي بتوصل 3 أو 4% هيبقى شيء إيجابي جدا مصر فيها موهبين كتير جدا في مجالات كتير صحيح وفي نفس الوقت فيه مدعيين في بعض المجالات فمحتاجين أن نحن نركز الدعم والاهتمام بالموهبين مش المدعيين يعني الناس اللي تعمل عربين بتمشي بالمية وعسير القصب والطالب منوفي يختار الحاجات اللي بنشوفها دي كلها ده مش اللي محتاجين نوجه مجهوداتنا لي طبعا لكن في كل الكليات الهندسة مثلا في فرق من المدعيين والموهبين بتشتغل اللي يفيد المجتمع بالذبت كده يعني قابلة للتطبيق فعلا على أسس علمية والحقيقة فكرة التناغم أو التوافق والتواصل بين المؤسسات أو يعني التعليم العالي ترباء التعليم بين مؤسسات الدولة بشكل خاص أو القيادة السياسية يعني على كل المستويات والأصعادة بيبقى فيه التكامل يعني للوصول للهدف مش مجرد أفكار أو قوانين أو توجه لحاجة معانة لكن تنفيذ بالذبت التطبيق محتاج تعاون وتكامل زي ما حضرتك قلتي لو فيه طالب في سنوي مثلا مبدع وهيتم تسعيده للدراسة الجماعية بشكل ما أو بآخر محتاج أن يتواصل دمعه في الدراسة الجماعية عن وزارة التعليم العالي تنصيق مع البحث العلمي ما يبقاش كل جهة شغالة الوحدة صحيح ولأننا يعني مصر فتية وشابة وعندنا نسبة كبيرة جدا من تعدادنا السكاني هما من الشباب يعني أعتقد أن ده من الخطوات الإيجابية جدا في بناء المجتمع ورغفية ترجمة نانسياء وبركاتا